احسنت يا مصر بنا الظلم فاكتهدنا وتسلحنا بالشجاعة والإقدام كنت لنا السند حين هوت الأمم وكنا لك الحصن إن لاحت المحل لقد شرفنا هذا الوطن بواجب خدمته وكلفنا بمسئولية أمنه وعندما نوازن بين عظمة التشريف وقدر التكريف يكون ذلك لنا في وزارة الداخلية دافعا لبلوغ واقع الأداء مدارج العطاء ومبتغ الوفاء مع رسالة الشرطة لحضراتكم في يوم عيدها كلمة السيد محمود توفي وزير الداخلية بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بلغ التقدير والاعتزاز لتشريف سيادتكم والسادة الحضور باحتفال هيئة عيد الشرطة بذكرى السانية والسبعين لمعرقة الإسماعيلية المجيدة التي نستعيد فيها مشاهد يوم خالد لضمير الأمة المصرية حين وقف رجال الشرطة ليأخوضوا واحدة من أشرف المعارب ترسيخا لتلاحمهم وتكاتفهم وأبناء الشعب المصري ليسطر التاريخ كيف كانت تضحيات الشرطة تعبيرا عطاء وطني صادق ممتد عبر العصور إلى اليوم مؤمنا وواعيا بأهدافه وتجسد مراحل النضال الوطني مسيرة شعب عريق يدافع كعهده عن رفعة بلاده تلك المسيرة التي وصلتموها سيادة الرئيس وفزلتم وما زلتم الجهد والعزم لمواجهة التحديات وأعادة البناء لتحياء مصر عزيتة كريمة صامدة في مواجهة المؤامرات والأطماع فكانت ثقة الشعب واختياره الجمع الكريم تتعظم التحديات الأمنية في ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم يموج بالصراعات والمتغيرات قد حرصت الاستراتيجية الأمنية على التعامل الفعال مع مواطيات هذا الواقع من خلال ترتيب الأولويات وتقييم المخاطر والارتكاز على أسس علمية في التخطيط والمبادئة بتحقق الاستفاق الأمني في مواجهة ما يهدد أمن المجتمع واستقراره قد حققت وزارة الداخلية إلى جانب رفقاء الدرب بقواتنا المسلحة نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب وتقويد نشاطه وتفكيك هياكله وتكفيف منابع تمويله إلا أنه يظل خطرا قائما يستوجب استمرار اليقظة الأمنية بدء محاولات التنظيمات الإرهابية باستغلال تراقع الأوضاع الأمنية بالمنطقة لإعادة التمركز وتكوين بؤر جديدة تتخذها منطلقا للتمدد واستعادة قدراتها كما تنشط تلك التنظيمات في استغلال مواقع التواصل الاجتماعي باستقطاب الشباب وتدريبه افتراضيا ودفعوا للقيام بأعمال عنف تستهدف مقدرات بلاده كما تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانية الإعلامية لترويج الشائعات وتكريس الإحباط والتحريد على العنف بزعزعة الاستقرار والسلام المجتمعي بضلا عن اتخاذها لبعض العناصر التي قد تختلف معها فكريا كواجهة لتحقيق أدفها المؤثمة تحت شعار اختلاف الفكر ووحدة الهدف وهنا تواصل أجهزة الوزارة بالضربات الاستباقية الأمنية والحاسمة وبمساندة شعبية ضحرها لتلك المخططات ومنع امتداد أنشاطتها إلى داخل البلاد وقطع خطوط إمدادها وتمويلها والتي تتم بأساليب غير نمطية لمحاولة تفادي الرصد الأمني حيث نجحت الجهود الأمنية خلال العام الماضي في إجهاض 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3.6 مليار جنيه لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي كما تحرص الوزارة على تكسيب برامج التوعية وأسليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق السادة الحضور تتكمل أجهزة الوزارة لمواجهة كافة صور الجريمة وفي مقدمتها جرائم المخدرات وتعكس كميات الضبط غير المسبوقة والتي قاربت قيمتها 9 مليار جنيه تصاعداً ملحوظاً في حركتها إنعكاساً للإضطرابات الأمنية بالمنطقة عيث تخذت العصابات الإجرامية أنماطاً جديداً في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية بسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية وتطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدي لتلك الجرائم وضبط عناصرها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تصربها للبلاد أو اتخذها معبراً إلى دول أخرى كما نشطت عصابات تهريب المهاجرين على المستوى الإقليمي استغلالاً لتراجع قدرة بعض الدول على تحقيق سيطرة كاملة بمناطقها الحدودية وفي هذا الإطار نجحت الضربات الأمنية المكسفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقاً من البلاد وضبط القائمين عليها وأجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه وترتيخها لدعائم الأمن والاستقرار تحرص الوزارة على مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها حيث حقاقت نجاحات نوعية في القضاء على العديد من البعر الإجرامية والتشكيلات العصابية والتصدي للقرائم الضارة بالاقتصاد الوطني حيث بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقدياً ومستندياً 3.7 مليار جنيه ويأتي الانخفاض الملموس والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقاً للإحصائيات السنوية والتي بلغت هذا العام 13.9% مقارنة بالعام السابق إن عكاساً لجهود متواصلة بزلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة في القضاء على العشوائيات والتي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية وفي إطار مواكبة التطور العلمي في مجال العمل الأمني والذي يرتكز على التوسع في توظيف التكنولوجيا لخدمة أغراض الأمن وقد تم تطوير منظومة الأدلة الجنائية ودعمها بمعامل جنائية تخصصية وفقاً لأعلى المقاييس الدولية كما تم استحداث مركز العمليات الأمنية وتزويده بأحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية لإدارة ومتابعة المهام الأمنية الميدانية وتحليها باستخدام الزكاء الصناعي وبما يكفل الحفاظ على التفوق الأمني في حماية أمن وسلامة الوطن والمواطن سادة الحضور عاقب مرور عامين من انطلاق التجربة المصرية في تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقبية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحاً متميزاً في تحقيق مستهدافاتها في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتي ساهمت في إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج في المجتمع والابتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقة المتوقع منها ولقد استحوزت التجربة المصرية على أنظار المجتمع الدولي حيث أشادت بها المنظمات الدولية المعنية فاعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة في مجال تحسين ظروف الاحتجاز وفي هذا الصدد تم استقبال وفود العديد من الدول الأجنبية الكبرى في الوقوف على تفصيلات التجربة ونقلها إلى بلادهم وامتداداً لدورها المجتمعي تحرص الوزارة على رفع الأعباء عن كاه الأهلين من محدود الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهرية لا سيما لكبار السن وزاوي الهمم واستحداث مراكز متطورة سابتة ومتحركة لإهتاحة تلك الخدمات دون عناء كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة جيل جديد بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدوراعم المناطق الحضرية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم وإدراكاً لأهمية إطلاع النشأة على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصري العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم سيتم تنظيم الملتقى الرابع لمبادرة جيل جديد خلال الأيام القليلة قادمة بمدينة بورسعيد الباسلة الإخوة والأبناء أعضاء هيئة الشرطة تحيطاً لكم وأنتم تواصلون بجهودكم المتفانية أعطاء أجيال من رجال الشرطة سبقتكم في تأمين مسيرة العمل الوطني وفي هذه المناسبة التي يحفظها التاريخ لهيئة الشرطة نتذكر بقطر العرفان والشهدائنا الأبرار من الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة على امتداد التاريخ واختلاف المواقع ذاكرين فضلهم وعظيم أعطائهم كما نتوجه بتحية إعزاز لمصابين الإبطال دعين المولى عز وجل لهم بالشفاء التام حتى يعودوا لصفوف الواجب السيد الرئيس وقد أثبتت الأحداث الإقليمية والدولية رجد رؤيتكم حيث استطعتم بحكمة واختدار مواجهة التحديات وفي لحظات الحسب حين تعالت الأصوات كان إنحيازكم الواضح وبصدق للمصالح العليا للبلاد ودفعكم القوي عن الحق للعبور بالوطن إلى أفاق الأمن والاستقرار وتجديداً للعهد يوجد رجال الشرطة بأن يظلوا بإذن الله خلف قيادتكم الحكيمة بداءاً لمصر وحراساً لأمنها مدركين أهمية استمرار اليقظة والجاهزية لإنجاز مهمهم في حفظ أمن الوطن والمواطنين حفظ الله مصر وراء شعبها من كل سوء وأدام عليها بفضله وجهود أبنائها الأمن والأمان أنه تعالى نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته